طبعا من أكتر الحاجات بشكل مباشر اللي بتخلي الطفل يجذب بصراحة يعني عصبية الأم والأب وضربهم للولد لما بيتضرب طبعا السلسية المعروفة الطفل من حقه أنه هو يخطأ لأنه طفل جسم طفل وعقل طفل مش جسم طفل وعقل راجل فطبيعي جدا أنه زي ما كان بيلحبط في الكلام ويتكلم زي ما كان بيلحبط في المشي ومشي زي ما برضو حيلحبط في التصرفات والسلوكيات فحيخطأ لكن لما يتضرب على خطأ لازم يخاف ولما يخاف يجذب يعني المسألة بدأة الطفل ده من حقه يجذب يعني أو من حقه يغلط ده طبيعي جدا عشان هيتعلم لأنه طفل لو حضرك أول مرة تروح أي بلد وسائل عربية بتاعتك هتخطأ أخطأ كتير جدا لأنك مش واخد على مرور البلد دي نفس القصة الطفل بيولد وهو مش واخد على الوضع اللي موجود فطبيعي جدا أنه حيوقع كوبايا حي وبعدين مين اللي يوقع حيجذب مش هانها ده أخوي أو أيا كان لأنه ضرب لكن لو في حوار لو في صدق لو في يعني كلام مع الطفل وهتسمعه بشكل جيد وهو حاسس بالأمن لا يمكن أنه يجذب لكن هو بيجذب عشان السلسية يغلط يخاف يجذب وبالتالي بيخاف من الضرب وبالتالي لازم يجذب ده أمر طبيعي جدا يعني الطفل طبعا بيجذب لأنه دائما وأبدا الأب والأم بينتقدوه أو يوبخوه وشافينه قليل فبالتالي هو طول الوقت خايف من النقد وخايف من التوبيخ أصلا النقد والتوبيخ ده زي كربيج نفسية نزلة على نفسيته مش على جسمه بقى وبالتالي هو هروبا من العنف اللفظي ده بيحاول أنه برضو يجذب علشان يتحاشى الضرب سواء الضرب مادي أو الضرب معنوي بهذا الشكل يعني فيه أب وأم بيبقى عندهم تحكوا مسيطرة زايدة على الطفل وبالتالي هو بيبقى حاسس أنه مالوش أي حرية تماما يعني فهنا بيخرج من الشرنقة دي من خلال الكذب علشان يحاول أنه يفلفص كده من السيطرة التامة لأنه مش حاسس بأي حرية فيه طفل تاني حاسس أنه بيميزوا الولد على البنت أو البنت على الولد فحاسس أنه مميز ضده أنه بيفرقوا بين الاتنين وبالتالي هو لازم يجذب علشان برضو يلفت الأنظار ويجذب الانتباه فيه طفل بيجذب برضو علشان يقلد النمازج الأبوية الكذبة يعني لما يشوف مثلا الأب بيجذب قدامه في التليفون أو الأم بتجذب قدامه في التليفون أو خالته بتجذب قدامه فبالتالي وممكن نمازج متلفزة يعني ممكن يشوف كارتون في كذبة أو مثلا مسلسل أو فيلم أو في كذبة فبالتالي الطفل بيقلد الكذبة على اعتبر أن ده أمر بيقوموا به الكبار وبالتالي لما بابا وماما بيعملوا حاجة زي كده بابا وماما دول أحسن حد في الدنيا لا يمكن يغلطوا وبالتالي أكيد ما بيعملش حاجة غلط أنا شفتهم بيقولوا حاجة غير الحقيقة أو بيجذبوا أو قالوا ليه اجذب ما انتم عارفين المثل الشهير بتاعي يعني ايه التليفون وبتاع قوله مش موجود لو تليفون أرضي يعني موسيقى موسيقى